تابعي شاشة قناة النادر أهلي في كل مكان خليني في البداية كده يا كابتن أيمان أخذ من كلام حضرتك بيجمعنا حب النادر أهلي وجمهور النادر أهلي ده حماب بالفعل يا كابتن أيمان دي مش مجرد كلمة أو مقولة يتقالت ومرت عليها سنين لكن هو واقع بنعيشه مع فريق النادر أهلي أو مع جمهور النادر أهلي من غير ما ندي مقدمات مباراة صعبة جدا في الظروف صعبة جدا لكن النهاردة جمهور النادر أهلي بيضرب المثل بيقول للكابتن سيد بيقول للمستر ريكاردوس واريش احنا في ظهرك لدى وصول فريق النادر أهلي إلى ملعب المباراة الجماهير هتفت على الكابتن سيد عبد الحفيز اللي توجه إلى الجماهير للنادر أهلي وأصرت الجماهير على يعني حضور الكابتن سيد عبد الحفيز لحد ما يعني مدرجات النادر أهلي في مشهد يعني فرق كتير جدا مع الكابتن سيد عبد الحفيز طبعا عارف سلسلة من الحملات على كل فرض داخل منظومة النادلالي كابتن أيمن كتير جدا حملات ممنهجة على النادلالي على اللاعبين على الجهاز الفني على يعني كل فرض داخل منظومة النادلالي ثم نزول مستر ريكاردوس واريش الجماهير ندهت على مستر ريكاردوس واريش توجه لتحقيق الجماهير يعني كلها وقفة أو يعني اللحظات كده مستر ريكاردوس واريش بعد تحقيق الجماهير قال أنا سعيد بجمهور النادلالي وأنا عارف طموحات جماهير النادلالي وعارف أن الجمهور النادلالي الجمهور لا يقبل إلا بالفوز وأنا حزين جدا طبعا لخسارة الكاز لكن أنا في مرحلة صعبة جدا عندي سلسلة من الإجهاد والإصابات والغيابات وظروف صعبة جدا وفي وقت قصار جدا مفيش وقت كافي أن أنا أقدر أشتغل على التدريب بصورة كافية محتاجين وقت لكن أنا عارف أن الأخطاء عندنا فين هنقدر نعالجها قال إن النهاردة مباراة صعبة لكن إحنا دايما دايما هنكون عند قدر على قدر مسؤولية قميص النادلالي أنا بقول للعيبة إحنا النهاردة في مرحلة صعبة جدا ومرحلة مهمة جدا لكن إن شاء الله النهاردة قادرين إن شاء الله إحنا نتجاوز هذه المباراة يعني من البداية كده كابتن أيمان أنا قلت حضرتك وحضرت جمهير النادلالي في الكواليس من هنا من داخل ملعب النادلالي والسلام طبعا قبل انطلاق مباراة النادلالي والجونة في الجولة السادسة والعشرين نزل تفقد الملعب كابتن إبراهيم نور الدين والطاقم المعاون يشام الدسوئي وعماد العقاد ومحمد فياد ووائل فرحان ومحمد عزازي تفقدوا أرض للملعب جمهور النادلالي اللي دايما بران عليها كابتن أيمان لكلام حضرتك وكلام كبات كتير اللي مرت على تاريخ النادلالي بتران على جمهور النادلالي جمهور النادلالي موجود في المدرج بيساند بيأزر لعب النادلالي عارف قيمة المرحلة وعارف أهمية المرحلة وعارف أهمية هذه المباراة ودائما يا كابتن أيمان اللي عنده جمهور النادلالي عمره في يوم الأيام ما هنكسر اللي عنده جمهور النادلالي ليه ألف قومة النادلالي انت عارف يعني الكلام طالع من القلب يا كابتن أيمان مش محتاجين ان احنا نجمل الصورة أو محتاجين ان احنا نجمل لا هو كلام طالع من القلب كل فرض داخل منظومة النادلالي العارف قيمة ومكانة الناد الآلي. إن شاء الله نتمنى النهاردة تكون بداية المرحلة مهمة جداً بمواجهة فريق الجونة. طبعاً أنا عايز برضو أن أنا قارب حضرتك من الاستعدادات الفريق في الفترة الأخيرة. كان الفريق أدى تدريباته على ملعب مختار التيتش. عقد مستر ريكاردو سواريش أكتر من محاضرة فنية مع اللاعبين. طبعاً نتكلم على السلبيات اللي الفريق ويعفيها في مباراة للزمالك. طالب اللاعبين أن نقفل تماماً صفحة مباراة الزمالك والمرحلة الماضية. عايزين تبقى البداية من النهاردة. من مباراة الجونة مورورة مباراة المقصة بالمقالون العرب. ثلاث مواجهات مقسمهم مراحل مستر ريكاردو سواريش. وقال إن يا مرحلة صعبة جداً طالب اللاعب بالتركيز في هذه المباراة. اشتغل كتير جداً على العوامل النفسية من اللاعبين. دور اللاعب اللي ندرق لي وكبات الندرق لي. أعتقد النهاردة إن شاء الله تكون بداية. قبل ما أختم معاك كابتن أيمن. عايز أقول لحضرتك على إحصائية. يعني أنا أحصائية. اشتغل عليها الواحد وإدار أنه جاهزة. هل فتأة؟ يعني هقول على حضرتك وأكيد حضرتك هيبالك تعقب عليها. أنا أتكلم على له واحد بس في الآله. هو الكابتن عمر السلية. عايز أقول لحضرتك النهاردة قبل هذه المباراة كابتن أيمن. عمر السلية شارك في 54 مباراة في الموسم ده. مع النادي الأهلي، مع المنتخب المصري، مع الأهل في أفريقيا، في كاس العالم الأندية، في بطولات المنتخب المصري. ف54 مباراة بمعدل دقائي 470 ديئة. كأعلى رقم للعب مصري شارك في الدوري أو شارك في أي بطولة هذا الموسم أو المواسم السابقة في رقم كبير. ولسه عندك مباراة كتير جدا. تاقد هي مش أنقول أننا أكيد بنلتمس العزر اللعبين وحالة الإجهاد. لكن نقطة مهمة جدا ورقم مهمة جدا. أنا موجود معك كابتن أيمن لو فيه أي استفسار أو أي تساوي. شكرا جزينا فاروق.